الانجلازة لجرابح سعدان في كأس افريقيا للأمم وأمين بن عمر يعود لتدريبات النجمة لسلح ليصف بليلي يخضع لبرنامج بدني خاص سيكون ده من مجموعة الجزائر في كأس افريقيا للأمم حسب آخر الأخبار ظروف الإقامة والنزل اللي خاصه لاتحاد جزائري لكورة القدم لبعتة المنتخب موعد الإعلان على قائمة منتخب تونس مع حقيقة اتصالات بين التراجي وعاد الرمزي مدربة الويدد السابق ومشاركة تاريخية للأهل المصري في مونديان الانديا سبورشيك مصعتين مادية تلاتها مرحبا معكم أمي جرانزا نور في الإخراج يهبي من اي افلي افهم تيفي ماما القربي في السوشل ميديا ويحذر معي نجمة تحليل القناص مرعب المدافعين محمد سليتي مرحبا مرحبا عمين مرحبا عرضي مدرجي وكذلك مستمعين ان شاء الله تعادك ساعة غبت علينا اندي أسبوع كامن تقريبا حذرت كالنهار الثانيين مشيت في مهم مهمة تحيح مهمة في تطوير الكورة القدم ان شاء الله نتوفقه فيها حاليا فما بواد طيبة في الليجون الكبير مشي على روحه فما المواهب فما التالون موجود التالون فما دي تالون يعني كبار برشة المشكلة في سقلك المواهبة وتأثير ممكن التأثير ومشاكل اللي في التأثير ومشاكل اللي نقوله حاجة التهميش في الشمال الغربي انا لاهب في شمال الغربي والله يا مين فما دي جوور يعني كالي تي كبيرة برشة ملاعبية متاع 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 محترفين متاع بروجي بروجي تاع احتراف البرة مش تاع تونس لكن قد ما يكبر قد ما يتم اهماله خدمة ديما الموارد ناقصة ديما يد المساعدة ناقصة ديما التأثير ناقص مش شمال الغربي بركة محمد في الجنوب في السيحل لا مين انا كي جي تشوف سامحنا مين انا نقوله وعرف كي جي تشوف انتي على منطقة شمال مثلا منطقة الكيف كي جي تشوف منطقة الكيف تلقى من على حداشن تيرا دو امولوجية كهو دو تيرا كهو يلعبوا فيه من جمعية الكل رب والباقي استثناء والباقي استثناء اسس ملعب منذ فترة دش الملعب فابيو كنافارو الكورة التونسية خليفة خلد بنيحيا في الترجي العربي جابر المدافع الهدف مرحباك مرحباك لنزا محمد الكامل المستمعين وكامل الفريق مازي ما مدش انتش ان شاء الله خريب العاجل ان شاء الله الاسبوع غاية في الماسات الاخيرة اكيد بيجي بحثي يا اخوي صحة المريول صحة المريول والله قديم المريول وين نلبسوا تقولوا لي صحة المريول والله يا المخرجة طبحة كثيرا ما وسطنيش المخرجة لكن عجبني شنو مش نقول لكريتك دي جا تاخد في الخبرات تحكي مع خالد القربي وتسئل فيه الخبرات مع خالد القربي بسمه خالد القربي ربي يديك منوبة واكاديمية خالد القربي رو شكون وشكون ربي يديك محبش محبش اعطيني هكا المفاتيح متاع متاع ناجي ايه قالي بيجي بحديك ما جيش هك كل عادة موعدكم مع الربح الربح متواصل حتى غدوة حتى نهار 26 ديسمبر عيد ميلاد اي افم لاثناش معليكم كانتوا تطلبون على الواحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف وحد وثلاثمية وثمانين الف وبطبيعة بشكونوا معنا زوز ربحين وزوز فايزين بعد الفاصل بعد تقريبا عشرة اتقائق بيه نبدا وباخبار الميركات بحكينا مارفيت تعالى ميلان واهتمام ميلان بالمهاجم يوسف الانسيري مهاجم سيفي ومنتخب المغرب ماره هذي كلام على مانشستر يونيتد حكينا انو مانشستر يونيتد بش ينهي ممكن فترة اعارة امرابة لعدم تأقلم مع البروميريج ماره هذي تقارير صحفية عربي تؤكد رغبة مانشستر يونيتد في ضم المهاجم يوسف الانسيري للصفوفه نعرفونه مانشستر يونيتد العام هذا العام الحالي وحتى عام ناول عنده مشكلة في مركز المهاجم مهاجم سريح مهاجم رقم تسعة ينجم يكون يوسف الانسيري الحل بالنسبة للمان يونيتد ينجم يكون حل خاصة يوسف الانسيري كما حكينا عليه مرات التعداد مهاجم قاعد قاعد كل موسم قاعد يتطور قاعد يكون فيدم اللي هو يعني من افضل مهاجمين على في السحر الاوروبية بصراحة يعني البركور اللي عم فيه مع اشبيليا يعني مهوش بسهل ونحط معنا الرحال اللعبة داي إلا وخلى البصمة متاعه كنشوف اللعب الموسم في نادي ليغانز اسباني الفين ونتسعتاش لاعب الشارف في دولة اسباني الفين وعشرين ابريل تتة وعشرين فرنس فوتبول تشكيلة العام في افريقيا الفين وعشرين اتحاد المغربي افضل لعب مغربي محترف في الفين وعشرين دونك الارقام والبرفورمونس وبلوس لكالي تالي عنده كيما حكينا كل نهار الطاي من القلق المهاجمين مع هلاند ما شاءنا من الديتونت عنده ما لا التنجيزة وما لا الجوائريان أطار هو وهلاند يعني البنية الجسمانية متاحهم تخليهم يتفوقوا على المدافعين الكل هذه ميزة سعب بارابول للي كالي تالي عنده بلوس معنا اللي كيب اللي بشارع فاهم بطياتر ماشستر توا معنا أضعف رو من اشبيليا على مستوى الفني بشكلهم متفاهمين اشبيليا معنا عنده تقدم في مواسم ممتازة ممكن السنة هايدي زاد راموس والركب اللي حل معاه دونك يخليه تزاد بصراحة حتى الاستقرار في اشبيليا ممتاز رو خليني نقول لك ينجم يمشي ماشستر وميلقاش الظروف الملائمة مغالي كل اخر ماشستر يونايتد سيفي شوف بعيد شيء على بعضه سيفي معناه متوج بالسوبرليج يقدم في مواسم ممتازة بالأوروباليج اي بالأوروباليج يقدم في مواسم ممتازة معاه هو معناه مستقر في اشبيليا اذين نحكي لك معناه هو توا حاليا ممتاز ينجم يمشي ماشستر ماشستر شوفنا الفريق ما تاخله بعين الاعتبار الفريق شام فيه المدرب ينجم باريزام ما تبشيش مع الامور المدرب على السفيح سيخن هو يريك لينها المدرب ينجم يكونوا ملاقموش ولو انه هو لا وانا قادر بشأنجح لكن انا مع اللعب انه انه معناها سيفراء ينجم يمشي ماشستر ونايتد لكن انا نشوفه بصراحة لكامشي خلي اشبيليا والظروف اللي قاها والبرفيرمانس اللي عمل فيها توا ينجم ينتظر شوية وشوف نادي افضل مماشستر ونايتد على مستوى الادة لانه ماشستر فريق كبير لكن فما عدة نوادي خير من مماشستر وافضل على مستوى الادة شو اراك محمد فيما يخص ممكن انتقال يوسف نسيري لدوري اخر دوري يعني مختلف نوعا مهم يعني البريمير ليج لليجا اللعبة تتبدل اللعبة تتغير لعبة اسهلة بنسبة لي هو لعبة اسهلة بنسبة لي هو لعبة اسهلة بنسبة لي هو بنسبة لي هو انا نقولك عشو نقولك علشو اول حاجة لعبة مفتوحة مش كما تكتيك مومو ديما اسبانيا ديما اقوى ديما ديفونسيف مون اقوى تلعب على ريتم صحيح الريتم اقوى اسبانيا دفاعين اقوى من بريمير ليج ترهك انت؟ تكتيك مون اقوى نحكو لعب مفتوح لعب ديريكت حتى الفريق التقافي اسفل ترتيب يلعب لك لعب محلول مع الليكيب لولانية ملعب شمسكرش نحكي نحكي لا نحكي نحكي بريمير ليج نحكي بريمير ليج وقدش من مرة تربح مثلا جمعية من اسفل الترتيب تربح لك مثلا ارسونال ولا تربح لكن احنا على ندر تقوط لك الهدافين 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 الكم فيرمي سي كيتشوف انت يوسف انسيري تلقاه افان سنتر كنفيرمي في كوب دي موند في اعلى تظاهرة كنفيرمي في اعلى تظاهرة وورة وبرهن للناس الكل وباقل تكلفة لانه ما فماش لي متواجد غيره هو مثلا في جمعية اخرى لكن كلهم شادين جمعيات كبار كقيمة في يوسف انسيري في قيمة يوسف انسيري وفي قيمة لزافان سنتر الاقويين الكلهم في الكيبات الكبار لو انه في الفترة الاخيرة راو يتعدى برحلة سيئة ستة مباريات ما سجل حتى هدف دي ما لا لا فترة تفرغة فترة تفرغة دي كمعني مش مش تنقص له من قيمته اي جوار يتعدى بفترة تفرغة لكن كتجوف انتي بياتي منشستر منشستر يعني تصور انتي منشستر ككل مركيا سنينة وخمسين بونتو مركيا متفرق على جميع المسابقات لا متفرق على جميع اللاعبين يعني ما هوش لزافان سنتر المتاحة اللي هو مثلا بالضبط عادي نقول لك انا يوسف انسيري سي احسن فرصة لي هو باش يقدم في المشوار متاعه وقدم في البركور متاعه وقدم في كارييره يبرهن وهو قادر بالسقة التصاعدية اللي عامله نقول لك انا ينجم ينجم يفيد اصن بورسان ننتظروا شنو بشي سير ممكن من المركات والشتوي سيشهد ممكن مغادرة توسف انسيري فريق السيفي الفريق اللي تووج معاه ب القاب خاصة لقاب للاقاب للاوروباليك الموسم الفارت ربح سعدينا المدربة الاسطوري لي منتخب الجزائر المدربة لي رشح الجزائر للكأس العالم الفين وعشر الملحمة التاريخية ضد المنتخب المصري المشاركة في المونديال في جنوب أفريق كانت مشاركة مخيبة للأمان نوعا ما بشيكون مستشار لعادل عمروش في تنزانيا الإطار الفني الجزائري اللي فيه أيضا تونسي فيه يوسف المويه بي كمدرب مساعد به خلنا نحكي بساعدة عودة ربح سعدينا ممكن إلى الواجهة بعد نحكيه على يوسف المويه ترى أنه ممكن ممكن نظامة ذاية العمل مع مستشار مفيد في كرة قدم وخابرة ربح سعدان أيضا اللي يشارك طبعا في كأس فريق الأمم كمدرب لمنتخب الجزائري ربح سعدان بصراحة اسم كبير بالماريس كبير شفنا يعني مع منتخب الجزائري كان معناه يقدم أفضل مستويات والأرقام اللي قدمت أنت أمين معناها بصراحة كانت مع ربح سعدان كانت مميزة نشوف أن تعيينه كمستشار مع منتخب تنزاني بصراحة خطوة إلى الأمم بالنسبة للمنتخب عنده ستان تكنيسيان عنده تاريخ برشا إكسبرينس تعديوا عليه عدة مباريات تعديوا عليه عدة يعني دي سيتياشن صعاب وسهلين دونك عنده كل كبيرة وصغيرة على المنتخبات على أفريقيا يعرف اللاعب يعني كيف يحكي معها نتصور كل مساج وكل استراتيجية بشي عملها في محلها في محلها وذي ستان بلوس للمنتخب التنزاني تقعد معناها البوست اللي إخذها في عمره هو نتصورها حاجة باهية حاجة باهية رب حدان معنا نتصور شاء الله ربي تطول في عمره مستشار نتصور في العمره بشي يكون مدرب أول صعيب شوية يعني هو من العباد اللي عمل بالماريس أسر تناج بعد بعد ع تدريب لأنه يعرف برشا ضغط وبرشا حماس وبرشا جهد حاليا مع منتخب التنزاني بون ما نعرفش منتخب التنزاني تنزاني يواجه المغرب في أول مباراة ثم الزامبيا ثم الكونغو الديمقراطية هذي مجموعة يقعد بنصير يقعد موش دخل لكن رأيه بصراحة مهم وكم معناها حتى من الهناية في تونس محتاجين أمثال ربح سعدين ومعناها الكبرات اللي عنا في تونس اللي عندهم تواريخ معناها لما لا اللي هما يكونوا متواجدين في الجامعة تنسية كرة القدم وتكون عندهم نظرة وتكون عندهم كلمة لأنه كلمة كما شكون كما ترعى أنت مثلا مقصة في الفترة الحالية من الجامعة تنسية كرة القدم اسمه من العيار هذا معناك والله بصراحة فاما فاما برشة نحكي لهم مرد محجوب مرد محجوب من الأسماء اللي عنده تاريخها متثقف ومتربي وما عنده حتى يعني مكينات وما عنده حتى ميولات السنكال كان اللي حبي يخدمه الفوتبول كي شيف اللي موجود في الساحة التونسية شنوه ساير يزمك تكون معكليك هذا معكليك هذا والباجيت سامحني في الكلمة ولا وليه ساير عندي فيسبوك ساعة ساعة من حلو جميل ولو أنت لحمتك حلوة معني والله شوف أمين رو اللي يقول حق في تونس دونك ميقبلوش العبيد وأنا كما قلت لك راني بشنق داني راب مهما مهما يسير ومهما يتعدل نقديم وقل في الحق كيف كيف رو زمينك نبقى بك محمد عاد حدو فلاح رج يا لأسي محب شوف أمين طويك سي معه عربي في اسم كبير في عالم كرة القدم بغض النظر اللي بش يسير المنتخب التنظاني ينجح أو ينجحش اللي فادة موجودة علاش لأنه شنو اللي يستحقوا منتخب التنظاني المنتخب التنظاني عنده ثلاثة مشاركات إفريقية فقط يعني مستحق تجربة إنسان عنده تجربة لأنه المنتخب يفتقد إلى التجربة ومعندوش تجربة كبيرة في الكؤوس الإفريقية في الكاء نقوله نحن في الشأن ويواجه في أول مباراة منتخب من على يار الثقيل مورشح للفوز بالقبلة والمغر بقى أنت الكريتير الاختيارات المبنية على الكريتير معيني اللي هم أولا شخصية متاع رابح سعدان شخصية معبية كرة عندها تجارب ناجحة الحاجة الثانية عنده متابع للتطورات اللي صارت في الكرة الإفريقية يعني ما هوش مثلا في العمور الذاك هو بعد لا قاعد متابع قاعد كان في الكيب ناسيونال كان مدير فني ديما قاعد متابع ومتابع بارز للطورات الإفريقية عنده عدة تجارب سي برسونال خاضها في الكؤوس الإفريقي يعني إنسان معب بيقول إنسان هو بريتو ما هوش إنترنور كما قلت إنسان مستشار يعني متاع معلومات متاع إفادة متاع إكسبرينس أنا نشوف اللي تجربة بشي تكون ناجحة للإنترنور برانسيبال للمنتخب التنزاني إفادة لي هو تجربة أن بلوس اليوسف المويبي ناجحة على جميع الأصعدة إن كان حتى في حتى المنتخب التنزاني حتى ولو فشل الاحتكاك باهي معه شخصية كيما رابح سعدان رابح شخصية معلومة في الجزائر شخصية عندها معرفة كبيرة شخصية ناجحة في تجاربها نشوف الإضافة موجودة بغض النظر اللي مش ينجح للمنتخب التنزاني أو لا أنت شغلت مركز مدرب مساعد هذا المنصب شغلته عربي في مثلا الانتحاد بنجردين مهم معاشكون تخدم أكيد لازم لازم معناها إنسان ممكن يخليك تخدم خطفهم مدربين ربما يخليكوش تخدم معناها في حد شيء معناها تصويره مساعد شوفوا غرانزا فما مدربين فما مدربين تخدم معهم تستفيد تستفيد حتى يعني في التمارين تستفيد يوجهك يعلمك يعطيك طم معين تخدم فيه أنت بيدي تخدم فيه معناها في الزنطريمان يخليك تتطور ومام طن يعني ديما يبدأ ينكدري فيك هذا معناها الكريتيري دول مع مدربة يتخدم معه ثم مدربين خليني أقول لك بصراحة عندهم يعني من الزنسين جوهور معنا جو دي بي الزنسين جوهور خطر برشا يتعرضونها حتى تكسح برشا يعني تصير لهم معنا اللي تا ذي اللي هي اللي تا بذي اللي هي بالإزامب يخدم مع مع مدرب اللي دو تلف صال مدرب معناها عنده إشكال مع مع لعب كان عنده اسم كان عنده كن تلقى إشكاليات على مستوى الخدمة على مستوى خليل محمد مثلا سيت أو مثلا عنها تجربة تجربة القربي تجربة القربي مع شكون هو يخت مع حاتم الميساوي أنا نشوف مثلا الخير القربي يخدم مع حاتم الميساوي وليخدمش مع فوزي البنزارتي شوف وراء القيمة لليزون ترنور الثنين لا لا تا ودي اسمعني للاخر الله يديك مش تركبني مع سيفاوزي يا ودي سيفاوزي أنا أحكي كورة قلت لك علاش لأنه تجي سيفاوزي عنده كاركتير متاع إملاءات ما تتعلمش منه سيفاوز تنجح معاه تعمل فلوس تعمل شهرة لكن ما تتعلمش كورة تقعد ديما كل إم معا أنا حاتم الميساوي شوف مثلا مثلا يعطيك يكزون خراو مثلا يشرك القربي يجي يعطيه ساعة ساعة يبدل قراره واختر قراره بك يشوف صعب هذا لنشوفه لكن سيفاوزي يقعد أقوى من حاتم الميساوي في الكورة على جميع الأصعدة لكن نحكي كتجربة يعني انت تفضل تخدم مع حاتم الميساوي ما تركبها ليش خطي تجربة متى أجواء سيفاوزي أخوى من حاتم برشا لكن تغير الآنها مثلا خلبي خلبي سيجري سيجري خلبي ما شمعهم ونشب الله سيجري يا سيفاوزي وهو مسيما سياق يشيروا يا سيفاوزي كنسمع فينا سيفاوزي بنزل يا سيفاوزي أخرى نطلق منك ترباهم محمد أمين بن عمر يعود إلى التدريبات مع النجم الرياضي السياحلي بعد إسابة الحقيقة حرمته من النشاط لفترة وفترة وكل الحادث سعيد محمد أمين بن عمر وإن شاء الله يرجع إلى مستويه اللي شفناه به سواء مع المدخل الوطني التونتي أو النجم الرياضي السياحلي فاصل وراجعين عن موعد مع الربح إيفام سبورشيك زاب على إيفام أحلى غاديو ماضي ساعتين وسبعة وشرين دقيقة إيفام هذه سبورشيك موعد الربح والجائزة اللي عنا حاليا جي في وقتها محمد ويكانت بنزوز أشخاص في نزل ميرامار جول في قنطاوي للربح تو و تو بمناسبة عيد ميلاد إيفام لاثناش ويكانت هيل في جوهرة السيحة السوسة ينجمع دي صديقنا رذوين الحمدوني يكلم فينا من سي جي بوزيد رذوين أهلا وسهلا بك مرحبا أهلا وسهلا أهلا كيف الحال شنو أمورك الحمد لله رذوين شنو تعمل في الدنيا رذوين عام اليوم عام اليوم لعينك عايش عايش ويكانت في سوسة في الوقاية هذا قبل في وقته يظهر في وقته به أنت كانت تربح الويكان شكنت هزم معك شكن ناويت هزم معك المرأة بتبع المرأة بتبع ربي يفضل هيلك وربي يدوم عشرتكم به رذوين هو المفروض نسألك سؤال أما أنا قررت مني بش نسلك حتى سؤال وبش الربحة كويكانت مبروك مبروك ألف مبروك رذوين من غير مقدمة ومن غير تشويق مبروك عليك كويكانت في أوتيل ميرا مارق قنطاوي السوسة مبروك عليك انتي والمدام وإن شاء الله تعدي وقاية ممتاز وقاية حلو ميرا مارق قنطاوي السوسة محضر لكم السهرة شرقية متميزة ليلة تراث العام وعشاء فخر ومش هدا بركة يوفر لكم خدمة سبا وقاعة تجميل باش تبدأ عامكم في فورما كشيخة عندك رذوين مبروك مبروك عليك ألف مبروك محمد الكدويت والجوائز القيمة في الانتظار حتى غدوة نهار 26 ديسمبر عيد ميلاد ايفام الاثناش نستقبلوا معنا ثاني الربحين ان شاء الله معنا حاضرة مادام سونيا من حي الزيتين مادام مرحبا بيك مرحبا بيك عايشك عسليم ومرحبا بيكم كل عام تم حي بخير عايشك يا مادام كل عام وانتي حي بخير كل عام وانتي بصحة جيدة الكدو والجيزة ان شاء الله يبشتربحها من عند بوان اوبتيك مادام ماذا تعمل في الدنيا انا نخدم تخدم شاوة تخدم مادام نخدم استندار انا كيفيف اهي ربي عينك يا مادام اه بيه انتي مستمع وفية للرديو ولا ليه ان شاء الله ان شاء الله كنكتب بيه سميلي الميشون متينال متاع ايفام الميشون اللي تبدأ سبعة متاع اسباح شنو اسمها الميشون 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 مباروك مادام سونيا لغمات يربحت معنا بانداشا بخيمة متين دنار من هدئ point optique point تتقاو في العوين ولكرام ومناسبة عيد ميلاد الpoint الميلاد متاع point optique العوين اثنين عندكم بانداشا بخيمة متين دنار للرباح في point optique يا فرح وبي ويدلوكم خستان اشتركوا بخيمة وانداشا الم唯 اشتركوا الأمم محمد. نحكيه على الكان. الكان اللي تنطلق نهار 13 جانفي. 13 جانفي الفين واربعة وعشرين في الكوديوار المنتخب. طبعا في كوروغو مجموعة آآ مهي سئر. المنتخب الوطني في ناميبيا مالي وجنوب آآ افريقيا. احنا بش نبدأ وسائع نحكي وسائع على البلد الجار البلد الشقيق اللي هو منتخب الجزائر وبرشة كلم على اللي يستبرشة ببرشة كلم على القايمة على الملعبية اللي بشي تم آآ دعوتهم للمشاركة في المسابقة خاصة ملاعبي تحكي عليه برشة سنة ملاعبي محلي هو يوسف آآ البلايلي بعد تجارب عادي ده في يوروبا وفي الخليج العربي يوسف البلايلي موسم ممتاز مع فريق المولودية وأخبار آآ أنه يوسف البلايلي التحق منذ يومين بمركز سيدي موسى علش مركز سيدي موسى محمد يوسف البلايلي بطلب من جميل بالماضي وبعد موافقة مدرب آآ المولودية بوميل تعرف أنه عندهم دربي دربي آآ كبير دربي آآ مباراة عندها وزن مباراة مهمة جدا بين فريق المولودية وليوي اسمان هار الجمعة آآ يوسف البلايلي سيخدع لبرنامج بدني خاص نوك حسيم الجدل يوسف البلايلي ضمن قائمة جميل بالماضي المشاركة في كأس إفريقيا للأمم بعد ما تحكي بارش على وزن يوسف البلايلي على انتهاء يوسف البلايلي مع المنتخب يوسف البلايلي يعود نقوله نحن بلغة كرة القدم ويوسف البلايلي قدم مردودا ممتاز هذا الموسم ويستحق الدعوة حسب الخبراء والفنيين في كرة القدم شوف يا مين يا حد ما يشكش على قيمة يوسف البلايلي الفنية والإضافة المرجوة اللي عنده هو في المنتخب الجزائري وبالماضي أدرى مني بالكاليتين اللي خطر هو اللي يعاش معاه وهو المقرب كنو من الجوالات المقربين البالماضي للأنترنيري اللي يحبهم واللي كان في يوما ما اسلاحه اللي يناجح به لكن علاش نقوله التأهيل بدني لأنه الريتم بتاع البلايلي في اليسماء ماهوش هو أتيم في المولودية ماهوش هو اللي كان يخوض فيه البلايلي في فرنسا ولا في حتى في الترجي ديما الريتم ديما ناقص البلايلي ماهوش هو البلايلي المباريات اللي كان فيها ريتم البلايلي ما شوفناهوش بالمستوى المعهودة متاعه بطبيعة الفنيات تقعد الفنيات لكن فيما نقطة يزمن نوهولها اللي روعه حاليا البلايلي ينجم يكون احتياطي ما ينجمش يكون من الأول لكن يكون ورقة سي لأنه كخبرة حاليا في المنتخب يحتاجها البلايلي يحتاجها بالماضي لكن عندك تويكا عمورة مترشق عمورة في أوجعطاء متاعه عمورة قاعد في نساقطة سعودي عمورة حاليا في ريتم غي اذاكرني بريتم البلايلي قبل عمورة حاليا يقدم في مباريات ممتازة وممتازة جدا مع المنتخب مش شوف أنا نحكي نماشي لعبهم ومش معناها نحكي ولا سي لا تويكا حاليا نقطك في نساقطة سعودي عمورة قاعدة كونفيرمي وديما فما فما نقوله نحنا باساسيون حتى في الجوار فما باساسيون فما فترة انتقال من بليل بليل حتى يوسف يقايا عم في موسم به لكن يوسف احنا ديما نقوله يوسف ما هو شوس الترتيحة الطويلة هذية ما ترجعكش اليوسف الكمبيتيتيف اللي يوسف اللي نحنا شفناه في الترجل وفي المنتخب في اوج عطاء نعم ما يقول لانه شوف همين انا كنتفرج في مردوده مع فريق زد شكور نحنا شوف همين لحظة برك نحنا شفنا البلايلي مع الترجل الرياضي في تشمبيونز ليك اللي هو ريتم عالي مباريات قوية فنيا وبدنية وتكتكية هكا ولا لا في يوم ما ومعاك اللي تجو وورك بيرا يسر في فرنسا زد كيف كيف نطعك البطولة الفرنسية دي ما اقوم بطولة جزائرية لكن حاليا انا نحكي على حاليا والريتم اللي يلعب فيه عمورة ما انت ترعى عمورة هو الاساسي واللياقة البدنية في الافريق راي محتاجها اللاعب راي محتاجها اللاعب ومحتاجها بالماضي البناء الخطط تمتيعه لان طويك قطلك احنا فوتبول دو ترونزيسيون يعني نحكو على الرابي دي تي وعا الريتم العالم العربي العربي في اشتراه شوف ندور يوسف بليلي في كأسفيق الأممة القادمة هو كلام محمد يعني فيه جانبنا صح بوتاتر النجم بالماضي يبدأ بعمورة ومعنى يحتاجه صحيح وقت يدخر يوسف لكن شوف يوسف راهو طول اللي قاعده عامل معه بالماضي من التأهيل ومعنى مرخص اخذائه من الناديم بتاعه بش يمشي عامل تأهيل بدني بش يحضر يعني ايه هو عامل عليه ايه وليك انه هو ستاهم بوا يقويله في النقاس بعمل عليه لكن شوف يوسف ما ياخد للطوب بتاعه الا ما ينقص من الوزن ويكون في الطوب فرمان معنى الرافيه الرافيه خمسة على خمسة انا بدي كيفك مع المولودي يوسف عنده سرعة يوسف عنده سرعة ايه يوسف السرعة المهارات بدنو قوية قوة انا لعبت معه يوسف ستو قوة وقوة شخصية عنده اربع ميزات بصراحة ما تلقوهم مش عند لعب ما يخافش يطلب كورة وما يخافش ويفسخ يحب بكورة بساخية يحب يلعب يحب يلعب يا محمد ما ننسيوش راه يوسف البليلي لو كان ترجع بالذكر معنا تشوف الكارير المتوعه وماني بدي يلعب راه و سمحني نجح مع زوزو نجح مع الترجي وقت اللي فيه خلد بن يحي ونجح مع جامل بالماضي ترجع معنا يوسف للي باساج متوعه كل للي باساج متوعه كل دي ما عنده فهم مشكل الترجي فهمته وخلد بن يحي فهمه تتفكر تتفكره تصليح متأخذ وقت اللي قال له معنا عيط له وقالوا إيجا يوسف أنت ملعب كبير وهكا وهكا وراد بطولة في تونس دي ما معنا سمحوني في كلمة دي ما معنا ترجي دي ما متوجه بها إيجا نخدم على شامبيونز ليج ما علي سمحني في الكلمة بلغالطة واحتراما في محمد وفي السدم وفي السدم مستمعين احترام أنا وياك دي ما محترمين عايش خوي لكن كلمة ذي هو شافها من منطلق هو رأي آخر نجم يكون ونعطي رأي فيها لكنه صحيح في حكاية لشكولي هز للبطول نحكي عن البطولة نحكي عن البطولة عايط له معنا خالب نهاي قالوا رأو هكا وهاكا قالوا إيجا معنا نخد مع شامبيونز ليج ونخد مع المنتخب نعم الوبجيكتيف وضاك اسمع الكلام ومعنا وعرف المدرب عاطفي ثقة بلوس معنا الاسبرانس هكا مخاطة دارت بناتهم معنا هذا تصليح خالد بن يحيا مش تصليحيان هاكم موجود معنا قاعد يدور معنا خالد بن يحيا عايط له يوسف قالوا نعم الوبجيكتيف هدف تمشي تلعب في الكيميسونال قالوا عندك لك كل ويوسف معنا كان يطبق في تعليماتها خالد وشوفنا العام ما دايك عمل معنا بعد ديك جمع عالما بيعني عاق برشا ولونا نلقى مقاعد برشا في اشتر 2017 وغادر لذولي في نوفمبر لكن رجع يوسف رجع يوسف للطب بلتيا وخالد 2018 جي خالد بن يحيا اشتر 2018 وغادر نوفمبر 2018 ومعين شعبين يشد غادر في غادر في ديك ديك شامبيون ديك أمين ولوان ما تعرض البرشا مظل ما في الطرج بداياته كان عالبنك 2012 كان يوسف وقت مساكني يلعب كان وظلمين ومش تفس البوست وكان هو حتى يلعب عالكل وار عاللي صار طالش كون اخر مع عالبنك ايه يلعب عالكل وار عاللي صار راح معه دراجي عالبنك يلعب عاليمين ويلعب في الوسط يوسف لكن هو كان عالكل وار لدار متى ترجي وكان وكان بين قاب قوسين مش في غادرة محمد وقت وقت يخرج يوسف وقت محمد يخرج يوسف العالم وقت نبيل معلول وعب نبيل يلعب ويوسف يلعب ويوسف وره وقت معنا يحب حتى أحد على عاللي كل وار يعطى مساحات أكثر ليوسف والمشاكل صار مع دراجي وانو كان يحب يحب ويحب كان يعطي الإضافة وإضافة كبيرة تصريح ليوسف البلايلي لموقع كاف فونلاين قال الجزائر في فورم مش نعطيه كل معانا للذهاب أبعد ما يمكن في كأس أفريقيا للأمم كان ممكن رزين شوية في تصريح ويوسف محطش ضغط على روح ولا زملائه ومقالش مش نتوجه باللقاب نمشي وأذهب أبعد ما يمكن في كأس أفريقيا للأمم وبعد كان جاء تحويجا مرحبة تصريح منطقي نشوف أنا عارف هك أو لي تصريح منطقي بوع التصريحات ديما فيها ديما فيها تضارب نتصور ما لم يش عليش اليوم المنتخب الجزائري ما يعمل في نال بصراح ديما عندي قناعات منتخب جزائري من المرشحين قواء بشي توجه بكاس أفريقيا عندهم 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 كل شي بصراحة عندنا كل شي عندهم لنطنور قوة شخصية عنده عنده خبرة عنده طموحات ما يخاف يحب يمشي لقدام بلوس الجوار محرز بليلي كله كبير يلعب في أحسن النوادي مثلا مش عليش اليوم بن ناصر ملعبية من أعلى طراز اليوم أنا بالنسبة لأن المنتخب الجزائري يخرج من الدمي فينال كوبدا فريق بالنسبة لأنه يسمى فشل هو الجزائر يلعب مباراة لولا بوركينا فاسو وموريتانيا أنت وزوز مباراة لولانين عندما يربح أنغولا وربح بوركينا فاسو يولي وقتها للجزائر نسكول تقرر ألف إحساب وتعرف أنت كأس فريق للأمام كل شي ويرد أنت شفت شنو أصار في الكان الماضية في في الكامرون بون زيد المرعب والإكسperience على قيمة والتيران والحشيش والقزون والعب دور هيم جدا في إحسار كان صارت معنا نحن في تونس المدرب النحيوة دونك هنا أنا أحكيت لك على هنا على الإكسperience كان صارت رشحنا وربحنا نيجيلا وصرنا كاردو فينال تح المدرب معنا كان مدرب يخرج من دورة مجموعات تتنحى من غادي مع جمال قعد دونك هنا الإكسperience جمال يعرف يعرف شنو الخفايا بتاعها يعرف فيش منجحش دونك ما نتصورش كان بش تعاوض عن المنتخب الجزائري أنا سمعها عطلة لك ما هيش يعني فشل واضح محمد الحظوذ من نسبة الجزائر الحظوذ أنا شوف أنا دي ما أريد المغرب والجزائر طاحوا في بول سهلة والبول إذاني عندك ذكريات أليمة مع بوركينافاسي أم لا كتتونس أنا عندك ذكريات أليمة مع بوركينافاسي لا لا نحكي لك أنا عندك؛ دكريات أليمة مع بوركينافاسي ولكن سمعني تربح تزيير مثلا في 2017 وبعد تخسر مع بوركينافاسو وتروح التي تOY ما تسميه إ photon نحو نيل بsi أليس انتش تحكي لي كيفما انتي. العصر اذاك مش العصر اذاك. علش? لانك طوى نحكول على ندرة في الكاليتيت جوور مجتمعة في فريق او في فريق وطني. به? كي تبدأ عندك فريق كيمة الجزائر. فيه اثراء في جميع المراكس. فيه كاليتيت جوور من اعلى التراس. قاعد خدم عليهم المدرب. على سنين وهو يجرب. عام كامل وهو يجرب. للي اوقاع صعوبة في الاختيارات. لانه عنده كم كبير من المحترفين ذو جودة عالي. لهنا نقوله يلزمك تتعدى التورلولة. والتورلولة لهنا اتمثل اشكال لاي جمعية تكون قوية حتى بجواراتها. لانه الجزائر تويكة ناقصها الوتوماتيزم الجماعي. نقول الوتوماتيزم اللي هو التناسق الجماعي والتناغم الجماعي لانه ملعبوش مع بعضهم. همش يقفهم بعضهم بجده بجده. كيما كيفها عكس المغرب. لهنا الادوار لولة مهمة جدا في بناء الثيقة ما بين الملاعبي. السوفية بناء الثيقة لانه جا تتيح في بول سهلة. تتعدى التورلولة. التور الثاني تكون كبيرة. مع مورال مهزوز. مع جمعية فهمة لعب بعضها بالماتشوات اللي صاروا. تبناء تلحمة تبناء الثيقة. الثيقة هي مع الكاليتي الكبيرة. تنجم تمشيك لبعيد لكن فما احتمال دي مجانبي ما يخص الجزائر خاصة ان شاء الله ما نشوفوهوش في كورة القدم اللي سئمنا منه اللي هو الكوتي سياسة في الكورة. ان شاء الله ما تمشي. ان شاء الله نحن نحكو كورة وربي معاني. المخرج اه في الياف ايم تيفي هي بهاوك يتفعل مع كلمي ويحط لك صورة صورة كل القدم التونسية بونسي. اللي قهرنا بالحق قهرنا رو دي في نحنا قهرنا برشا هي ودي ما تتم شوف 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 شوف. احنا عنا نحنا نمر بفترة خائبة برشا. ايه فترة بلاد ما هيش اه اقتصاديا وكذا وبرشا امور. علينا بونسيزي جمهورة. لكن نحن روخ ان شاء الله كل بلاد عندها مرحلة مرحلة احنا تسيدنا على اه الافريق. طيو مراحل البلدان اخرين ان شاء الله نرجعو نبنيو على اللي كان عنا نحنا نجاحاتنا. نبنيو عليهم ان شاء الله ما لا عيش تسمينا نحنا نسور قرطاج. يا كيكة مالا جيش احنا نقضوا نسور قرطاج. محاربي الصحراء منتخب الجزائر وظروف الاقامة. الإقامة في الفيلاج كيفاش توا تم نشر مقال في الجزيرة جوفينيك المقال حول ظروف الإقامة في المكان المخصص للفرق المشاركة في كأسفريق الأمم من الفيلاج ليتسام الفيلاج به هي شامبر سويت نقوله يهز ثمانية ملاعبية منتخب الجزائر وليد سادي وجميل بالماضي ما أعجبهم مش ممكن أنه سويت في ثمانية ملاعبية وظروف الإقامة ليست بمريحة حسب الاتحاجة للك القدم ولو أنه نحن راو سنقيمه في الفيلاج في سويت يهز ثمانية ملاعبية ما عملوا في الجزائر؟ تفهموا مع أوتيل خذاء أوتيل ريزيرفي أكسلوزيف لمنتخب الجزائر لكورة القدم وعملوا زادة تغييرات وعملوا تحسينات في الوتيل صبوا دفعة صبوا طبعا فلوس دفعة للوتيلة داي وطلبوا منه تغييرات لبعثة منتخب الجزائر لكورة القدم بمانو عندهم الإمكانيات نحن معانيش إمكانيات المغرب كيف كيف خذات أوتيل في سان بيدرو نفس الشي كل شي ريزيرفي المنتخب بالمغرب مو يبقى هذا طبعا مو تحب تونسي بشي سيقيم في الفيلاج شو بشي قد القرية القرية الإفريقية كل ثمانية في سويت اذكا هو سيب بشي بشي سيب بشي سيب بشي بشي مغرب صراحة ما هذه السيب هو هذه الهennisة؟ لا نتصوذك من الان بنيانك ما لكن في المنتخب ب義هض أم مقافي كما يعني لو ا قلنا تمانية في واحد في سويت يا في الغركم في انغولا ما هذا؟ هل التحميل هناك ما هو بشي حسي بشي 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 كي بشي بشي لا مو رسمت honطور فالفريق وشيمة توفر تواح ليه وعليش ميعملوش كما منتخب لا يخديفور مش بادا هو ضعيفة علي ميعملوش كما منتخب الجزائري ومنتخب المغربي قدم مدفع لشنويخ الجامعة مش مش عندها مربيحة مقربة تحاجز ذلك القدم ولا الجامعة الملكي المغربيخ خمسين مليار وخمسين مليار رباحهم مسايد ودي الجاري مش رباحهم يعني اتطورهم مدخيل الجامعة قزي هي مصارتش يقبل مصارتش يقبل مصارتش يقبل عنها نحن مثلا خمسين مليار دو في الجامعة في الجامعة مصارتش يقبل كانو نعملو في ثلاثة واربا وخمسة كاي ما هي لمقارنة الحقيقة مع امكانية الحاجزة ذلك كورد القدم والجامعة الملكية المغربية وعندك سادي زاد جون هو جون يفهم العقلية ما هم دي ما كيك الجزائر حتى القربي حكالي 2010 في انجولا متخب الجزائر عندهم نزل خاص بهم لماردوش بالمكان الاقامة المخصص شوف مانيا بي يا اخي ويحدا. مشكل ان الراهل مشكل انو الفرق الكل مع بعضها. اي. ما فاماش ما فاماش انتي ميتين فاماش خصوصية معاني. حتى بشتحكي على الماتش ولا ما ما نعرشنا بو. اه. فاني لك مش حاضرة ما فاماش اه. ما فاماش امكانيات كبيرة. امتاع بشتاخذ فندق واحدك وكل في كوروغو خاصة. ابي جون فاما يا موسوكرو نتصور فاما بواكي اه موجود سان بيدرو كوروغو ممكن على مستفى البنية تحتية اسوأ مكان اه اقامة في الكوديووار ضمن المدن المخصة لتنظيم كأس افريقيا للأمم. هذا فيما يخص اقامة المنتخب الجزائري وحتى المنتخب التونسي. بين المنتخب الوطنين تونسي القائمة منتظر تصدر ان شاء الله نهار الخميس الهداش ونص ندوة صحفية للمدرب جلال القادري من الخمسة وخمسين في القائمة الموسعة سبعة وشرين سيتم اختيارهم لتمثيل تونس في كأس افريقيا للأمم وناس كل تستنى وناس كل متشوقة لمعرفة اسماء السبعة وشرين اللاعب اللي بشي مثل تونس في كأس افريقيا للأمم معربي. بصراحة يعني انا كيما كيما نسكل اول حاجة ان شاء الله القائمة ذاية ما تخضاعش يعني الضغوطات ساعة اول حاجة والضغوطات نعرفها مشكون جي من يعني من اعضاء الجامعة جي من من المقربين من المنتخب دونك الانديا زادة ولا اه الانديا بيانصور معنا حط ما اذي حاجة من نجموش نخبيوها دونك اليوم نتصور كان الى كرونيكور ياضغت وراه وفي العليم ياضغت راها نعطي وراي نعطي وراي في فاما لا فاما لحقيقة فاما كل كرونيكور يضرب على ملاعبية فارقه معنا رينا هذي. بوا كان بالعاطفالي كان بالعاطفالي. موجودة ولا عارف. توقفش ندافع على الملاعبية ما يستحقش. بصراحة ما ما انا انا ما نعمل ايش. ندفع على الملايا بيكونش منها عنده. قد فاما دي كرونيكور. نحكي ايه نحكي على شخص يعني. فاما بارش. فاما بارش. فاما بارشا دي كرونيكور اليوم يسميلك الملعبية. تقال اهل عب زوج مباريات في الموسم. ويحب ويمشي ويحب ويمشي المنتخب. دونك هنا كان القائمة بش تدخل للضغوطات اذي. رأوا اعرف فاما ملعبية بش تتضلم فاما ملعبية مش بش تمشي. وبش نرجع لك اللاك اللاك العادة. نطاع يعني حتى تشكيلة بتدخلها ضغوطات. ونرجع لك اللاك 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 دي ما قاعدين اه نعملوا فيه. بيش نحكيه على اه عدل رمزي مدربة الويداد السابق. واخبار ربطته بالتراجي الرياضي التونسي. التفاصيل. مقال محمد اه تم نشره في العربي الجديد حول مدربة الويداد السابق عدل رمزي. فاما اخبار دارت على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب. وصفحات مختصة في الاخبار الرياضية. وحتى وسيل العلام مغربية روحكيت على الموضوع. قال وانو فاما اتصالات وفاما شكون مشي وقال فاما عرض رسمي من التراجي العادة الرمزي مدرب الويداد السابق. المدرب ذا عادة الرمزي في اه حوار للعربي الجديد. اه قال اه قال انو يشرفني تدريب التراجي الرادي التونسي. ومن احلامي من احلام مسيرتي تدريب فريق كما التراجي الرياضي التونسي. غازلة نوعا ما اه احباء التراجي الرادي التونسي وفريق التراجي اللي واجهوا في الافريكان فوتبول اه اللي احنا اتصلنا بمصادرنا في دار التراجي. مشكور. اه وليد قنفال اللي انفاء هذا انفاء انو فاما اتصالات ولا حتى مفاوضات مع اه المدرب عادل اه رمزي. اه عادل رمزي حتى في الحوار ما قالش رفاما اتصالات ولا مفاوضات. قال يشرفني. قال فرحان. وقال يسعدني ايضا ومن اهداف ومن احلام مسيرتي. بالضبط ما نستعمل كلمة احلام. من حلمه يعني ان يدرب التراجي هذي تورسي. شوف غلانزة تدريب التراجي يحلم كل مدرب كسسوة يعني بادي في المسيرة بتاعه الا في اواج عطاء. دونك تقع التراجي ديما الفيرانس وتراجي ديما يعني اه تفتح افاق للمدربين كل. اه عادل رمزي يعني مدرب الويدات كل احترام اه ليه. اه يعني ونتصوره معناها ان شاء الله جينهار بزادة يوري المستويات اللي هو انجم يدرب التراجي هذي تونسي. كما معنا كان يدرب الويدات اللي هو فريق كبير. اه هنا نتصور انو نادي التراجي الذي تونسي اليوم منصورش كمشي بدل التراجي فابت لانو فما ثيقة تامة في تراجي فابت اه يخخ خلينه يخدم اه عاطينه وقته اه دونك توا التشويل. حتى لو يحقق نتائج سلبية في المباراة القادمة. شوف ديما تقعد يعني اه مثلا حتى مدرب عمل. مثلا حتى مدرب عمل نتائج سلبية وكمل وكمل في الفريق. لكن انا اللي نشوف فيه التواذي معنا اللي ساير. نعطيك اكزامل نفهم مدربين البارة مثلا كي ماريكتين هاك تب. انا اقول اه اش مزال مصبرهم اه مانشستر وناتر لا تنهاك. لحقيقة ما ليه. ما تخيل انتي يعني تصير يعني النتائج السلبية ديك في التراجي. عنا عقلية عنا عنا شكون عربي مثلا يقول لاي انا نمن بمشروع اه المدرب فلان فلاني ومشن خالية رغم النتائج لا لا في تونس معنا ايش مشروع في تونس فما حتى نادي في تونس عنده مشروع اه ببعيد المدى. نعيشه كل عام وعامه. كل شهر وشهره. كل نهار ونهاره. لكن اه طوح معناها انا نشوف فما اه تشويش معنا عالت رجل اذي تونسي اللي هو يصير اشا معنا اشاك فوها وينفهم هاكا ده هاكا سوق متعروس جلتها وقالا وقالا معناها. يطيشوا اسم كي ويجسوا الزعبات ويجسوا الجماهير ويجسوا الباجات ويخدموا باجاتهم وفما كل بيات والي تخدم دان كل وكالات والي تخدم هنا يصير التشويش على الفريق وعلى ومعناها وعلى 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 الادارة وعلى برشة من الناس. كذي نتصورها نتصورها صارت برشة مرات اه ادارة التراجي تعرف اه معنا الحاجة هاي اللي قاعدة تصير وما تأخرش. دانك هما بيدوا يتعاملوا مع كومينيوكيرا وعنا ثيقة في طرق فيه. دانك ناس كل شيء بلايسا وقت. به في دقيقة ونص اه محمد هو حتى اقل عاد الرمزي عنده البروفيل عنده ممكن اه ما يتطلب وهو ممكن خاص خصائص مدرب في الترجمة دي تونس. شوف عاد الرمزي مدرب ناجح. مدرب كثر عليه الكلام. مم. ولا نجاحاته. وعلى الخطط المتاعه. ولا التعامل وسرته في المباريات. هذا. حاجة. لكن الحاجة الثانية. بالنتاج مش ناجح. اعلاميا اعمال الزجة اعمال كذا هو متجاهه مزل كي بداياته مع الويدات. يعني مزل كي بادي البدايات متاعه مع الزجة اللي اعمالها يتسمى ناجح وان كانت ما فاماش ريزولتا. لكن ناجح شفناه في التعامل وشفناه في الاداء متاع الفريق متاعه. لكن هذا نجي للكلام عربي ليهو مهم مهم جدا. انتي تويك هو اول حاجة ما قالش هو. هكا ولا ما كذبش هو ما قالشي. خلي نكمل المعلومة يا رحم وليك. اول حاجة هو ش قال. ما تكلمش. ما كذب وليد كرفيلة. الترجي كذبت ايه? ليه. هو ش قال. هو قال امين؟ قال يسعدوني. لكن ما قلت ما فاما حد شي. ورمان هو يحب. يعني هذي المعلومة اللي خرجت من لول وسائل العلامة دي خدمة دي بمانات جاء. هاي. هذي الحاجة الثانية. هذا اول حاجة من شأنه بش يدخل البلبلة على الترجي الرياضي. الترجي الرياضي. ومدرب الترجي الرياضي. اللي هو ما همش ناقسين. كلمات. وماش همش ناقسين. ناقسين. اشاعات. خاصة في الوقت هذا الوقت اللي الترجي الرياضي والمدرب محتاجين تركيز وتركيز تيم. سواء على البطولة سواء على شمبيونز ليك. طبعا. فترة حساسة جدا في عمور الترجي حاليا. ادخل البلبلة على المنترونور. ادخله تركيزه. ملاحظة خمسة ثواني. انا نطلب الترجي الرياضي بمقاضات ذوما الصفحات المأجورة اللي قاعدة تشوش على على النوادي. بصراحة. صفحة بجيب شد قضايا. لا تنجيم مش. الفيفا صدر تصنيف الانديا الافريقية بناجل التأهل لموديال الانديا الفين وخمسة وعشرين نارفون والاهلي والويدات التأهلو. يبقى زوز بلايس. البلاسة اللولة طبعا. لحامل لقب بالشامبيونز ليك. الموثم هذا. ورابع التصنيف بين الانديا الافريقية. الناجم لازم يهز لقب بالشامبيونز ليك. حكينا فيه الموضوع للتأهل لكأس افريقيا او كأس العالم للانديا. ترجي رابع التصنيف وراء الاهلي الويدادو سانداوس. ترجي عنده اما يتجاوز سانداوس في التصنيف يهز اللقب او سانداوس مثلا يهز اللقب وترجي يبقى يبقى وراه يعني رابع الترتيب. ذوما فرضيات التأهل بالنسبة لكل من النجم والترجي. فاصلو بش نحكي والعلي معلول والاهلي المصري والفوز بآ الميدالية البرونزية في مونديال الانديا في جتا. احلى غجو. ماذي ساعتين وستة وخمسين دقيق على آآ ايا في معلي معلول اللي سجل هدف المباراة الترتيبية ذات اراوة وآآ فايز بآآ لقب الميدالية البرونزية في مونديال الانديا علي معلول وصفه كريم رمزي اعلام مصري باعظم محترف في تاريخ الكورة المصرية ايضا كيف كيف خالد بيومي مدح علي معلول تاتهدف في مونديال الانديا يتساوى مع آآ فلافيو رقم فلافيو فلافيو راو مهجب علي معلول راو ظهير ايسر وعندو آآ ثلاث هدف في مونديال الانديا علي معلول آآ دائما في تونسانة حسب رأي العربي لا يلقى التقدير الكافي شوف آآ غلانزا علي معلول بصراحة ولا اسطورة في الاهلي اليوم علي مضم من يعني الفين وستاشت وعندو ثمانية سنوات ثمانية سنوات لو اسطورة عندو طوى برش اراو خير الناس تقول الاعظم محترف في تاريخ كورا المسرعي اليوم راو كورا مسرعي رعفاها مونيكي لا يسهل ولا لا يسهل على مستوى شوف تتويجة ارقام رندمان استابللتي ماشاء الله اخلاق يعني حبوه محبة عندو معزة خاصة غديك هالي يعمل فيهم الكل صراحة نعرف اللي برجة بش نتقدوني انا كيم علي معلول اليوم قبل كندي وصارت قبلت تتفكرة مع مع المان وقت اللي ماشي كوب دي موند ويلعبوه في ارسونال اه الفين وست الفين وست كان يلعب ارسونال قالوا ينكون انا لول حارس لول قبل اوليفر كان سينا متزنيش انا علي معلول اخويا اليوم في العمر اذي بعد هال هالتاريخ هذي هذا كل اللي معنا احزن ظاهر ايسا اليوم وافريقيا نحكي مع جليل ينقول له ينكون انا لول بام مش معنا بشوف ردراو نعم يا ماكشف تلعبني انا من لول اخويا مغيمة تزني لكان لانه وجود علي معلول في 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 بنك البوداليا مع كامل احتراماتي لللاعبين الكل في المنتخب انا نشوف ايساء اليهو علي معلول اليوم لازم يكون ليه هذا رايينا يال ما عاش عندي وقت خانس مع رايي محمد شوف اه مين اول اول حاجة ذي التصنيف والقرار ذي والهالة هذي ما تزيدنا كان شرف نحنا بجوارنا اللي يلعب في مصر ويلعب في احسن نادي في مصر واحسن نادي في افريقيا نذكرك انو اللاعب هذا راو في الفين وتسعتاش تنحن قيمة المتخب في الكانا لكن هذي شوف انا يبين لك شنو هذي يبين لك اه 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 الاجواء اللي تصنحها الاهلي ولي تتعامل معها خاص حتى الجماهير متاع المصرية مع الملاعبية متاعهم ومع جواراتهم كيفاش تقطير وكيفاش تحطك في القالب وكيفاش اه 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 تدعمك فهمت اه تدعمك اه 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 بالكيم قولونا بالتشجيع وبالكلام البيه لكنكي جي تقوى في الكيب ناسيونال معلول غير معلول متاع الكيب ناسيونال وان كان قيمة ثابتة يعني احسن ظهير في في افريقيا ملعبوش فيها لكن تلعب كوب دومت ديك لاب تلعب دوري افريقيا تلعب في الجمهور مش يتخلقها الكاليتيت جوار انا نحكيك ما نش نحكيك على التيران نحكيك على خارج التيران راو انسان تسعي جوار تسعين بالمئة مورال راو تسعين بالمئة في مخو كي يبدأ حاضر نفسانيا راو يعطيك 100% назывent يا محمد ارقام خياليا يعني ديما يعني حاليا نشوفو السومة ذا ديما تتوقع الاهلي العام ال جاي اللي هي اقوى من العام لاسبق عكس الجمعيات للكولور فياقة كل دي ما تتوقع الاهلي العام الجاي مش تكون لك اقوى. مش العام الجاي مش تفك لك جوارات خرين. العام الجاي الاهلي تنافس. العام الجاي تتوقع لها 100% اليه في البوديوم. كأس العالم للاندي الفوز بلا قبل 20-25-32 فريق. ينجم. الوداد وصلت في نار. قادر الرجاية بسنوع. الرجاية عربية وصلت في نار. شنو اللي يمنع. قادر الاهلي. شنو اللي يمنع. في 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 مسابق ثلاثين وثلاثين. معاتش ماتش ثلاثين وثلاثين. ايه. حاجة اخرى. السعوبات هذه. لكن نحكو على الاهلي عشان الافريقي. وشان النجاحات المتاع حالية صايرة حاليا. وارح. شكرا لك محام سيتي. شكرا لك العربي جابر. آآ شكرا لكامل الفريق. احنا نتقابل غدوة مساعتين. ماذي ثلاثة قدوا معنا الميتيو. ألو ايافهم. وقبلهم بنتهم لخبار. يلا باي باي.